معي لقاء مهم جداً دلوقتي مع واحد من المهاجمين الكبار جداً اللي مروا على ملاعب كرة القدم في أوروبا تحديداً في بروسيا دورتموند هيكون معايا الآن لوكاس سباريوس نجم بروسيا دورتموند ومنتخب براجوي السابق يا فندم مشرفني ومنورني على تلفزيون المصري برنامج رقم 10 أشكرك على هذه الاستضافة وعلى الدعوة وحقيقة الأمر أن هناك الكثير من الذكريات الجميلة التي عصرتها مع سواء الجماهير المصرية أو اللاعبين المصريين مجرد بس ما نزلنا التنويه أنك هتكون ديف معانا النهاردة على التلفزيون المصري كثير من الجماهير المصرية قالت كلام عظيم عنك وعن أدائك الكبير في الملاعب طوال مسرتك وتحديداً وقت مزاملة لعبنا المصري الكبير محمد زيدان في بروسيا دورتموند مجرد بس ما نزلنا التنويه مجرد بسيطة ترجمة نانسية لقد تشاركنا العديد من الذكريات الجميلة وقضينا موسما رائعا كنا نتحدث دائما في الغرفة عن كل ما يتعلق بكرة القدم وأمور الشخصية بيننا وكنت سعيدا للغاية لأنني شاركت في هذه الفترة وأن ألعب بجواره في الملعب والتدرب معه يوميا بالمناسبة وأنت زميلة محمد زيدان كان من المفترض أن تكون أفضل من ذلك خاصة أنه كان واحد من أفضل اللعبين مهارة في أوروبا أتفق معك تماما رغم أنني أعتقد أنه قدم مسيرة رائعة واستطاع أن يلعب فيه وقدم مباريات كبيرة أمام أندية كبيرة سواء في الدور الألماني أو في البطولات الأوروبية حقيقة الأمر أننا قدمنا عملا كبيرا وكل واحد مننا كان يريد أن يتطور وأن يقدم الأفضل في مسيرته ولكن حقيقة الأمر أننا لم نكن نحلم بما قدمناه وبما أعطيناه في تلك الفترة مع بروسيا وأن نتوق بلقب الدوري لقد قدم عملا رائعا في الفترة التي قضاها معنا في النادي وبكل تأكيد أنا أحبه على المستوى الشخصي